تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أعلنت شرطة البريطانية ووسائل علامة محلية الجمعة ووقوع انفجار في محطة مترو أنفاق غربي العاصمة لندن أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح فيما فر مئات الركاب من محطة المترو وعقب الحادث هرعت سيارات الإصعاف إلى مكان التفجير فيما توقفت محطتين مترو عن العمل دون ورود تفاصيل أخرى حتى اللحظة قال أنور جرغاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات اليوم إن تصريحات الحوثي التي تهدد وتستهدف الإمارات وعاصمتها دليل مادي ثابت على ضرورة عصفة الحزم مضيفا أن ميليشيات إيران أهدافها خسيسة وخطرها حقيقي مؤكدا أن التحالف العربي يخوض معركة ضرورية لمستقبل المنطقة قالت الخارجية الروسية اليوم إن اتصالا هاتفيا جمع بين وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون وأشرت الخارجية في بيانها إلى أن وزيري الخارجية ناقشا في المكالمة التعاون بشأن سوريا ولفتت إلى أن لافروف وتيلرسون شددا على ضرورة التركيز في عمل مناطق تخفيض التصعيد قالت الأمم المتحدة إنها تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة 15 ألف شخص ما زالوا محاصرين داخل مدينة الرقى السورية وصف مسؤول أممي الحالة الإنسانية داخل المدينة بالمأساوية قصف طائرات الجيش العراقي قضاء عانا وروا غربي محافظة الأنبار قبيل انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق لتحريرهما من احتلال داعش وستدف القصف خطوط إمداد داعش القادمة من الرقة باتجاه مناطق الأنبار الغربية بالتزامن مع قيام القوات الأمنية بالانتشار في مناطق الأنبار الصحراوية دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس تولتنبرغ الجمعة إلى رد عالمي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فاليستيا جديدا في عملية عدها انتهاكا متهورا لقرارات الأمم المتحدة وكان قد أكد الفنتاجون أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا فاليستيا متوسط المدى فوق اليابان باتجاه المحيط الهادئ مضيفا أن الصاروخ لم يشكل أي تهديد للملايات المتحدة اعتقلت قوات الأمن الفرنسية رجلا حاول مهاجمة جندي فرنسي بسكين وسط العاصمة فاريس اليوم وألقت الشرطة الفرنسية القبض على المهاجم الذي ردد شعارات داعمة لتنظيم داعش في محطة مترو الشتلي عندما حاول التعدي على الجندي من الخلف ولم يؤدي الهجوم إلى وقوع إصابات كما لم تعلن حتى الآن هوية المهاجمة نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة